مع حفيدتها التي تناديها أمي تدوس أم الشهيد على أحزانها لترسم الضحكة على وجه صغيرتها التي تركها لها ولدها الفقيد تأخذها للتنزه في عيد النوروز الذي يوافق يوم الأم فالأم إن كانت كلمة صغيرة وحروفها قليلة لكنها تحتوي على أكبر معاني الحب والعطاء والحنان والتضحية دعسيما الأم العراقية التي عانت من فقد وحرمان ولوعة فكثير من الأمهات ممن لديهن أولاد في الغربة تركوا البلاد لأسباب مختلفة أما أم جمال فهي لوحدها قصة خاصة فقدت وأعز ما عندي هو حزان ظهري هو حياتي هو حنين كل شيء يعني شنة توصفة من كل شيء يعني ودع بنته أمانة عندي هاي اليمي والحمد اللي قمت بها جبهة ما قصرت وياها إحساس صعب خاصة الأم تشوفني بابنها بصعب وآني شاركون قدها والله يحفظها إليه ويخليها خيمة عليه وعندي أم الله وصب الوالدين الله يحفظهم اثنيناتهم إليه بس الأكثر شيء الله يحفظها إليه ويخليها خيمة عليه في كل المنعطفات التي مرت بها البلاد سياسية أو دينية أو اجتماعية كانت الأم هي من ينالها أكبر الأذى بالدرجة الأساس فالعراق مر بحقب يصعب على الإنسانية أن تمر بمثلها فيما شهدت الأم العراقية سنوات حزن ودمار وسجون وقتل وحروب وحصار وفقر وجوع وحرقة قلب تعجز عن وصفها الأقلام طبعاً إش ما نسوي لهم من وصل الشيء اللي هم يعني وصلوا إلينا فيعني تربيتنا وعيشتنا وخاصة أحنا شلنا بحصار ومرنا بهواي أمور فيه ينطيها الصحة والعافية ويا رب إن شاء الله يحفظهم هات العراق جميعاً بالنسبة للغربة يعني شوفها الوالدة صعبة عليها والأبناء أيضاً همين يشوفون الوالدة صعبة فيعني عن طريق الموبايلات صارت عن طريق التصلون بالأمهات يعايدوها يجيبوا له هدايا بالنسبة لي لأولا ما حد جاء بالهدايا ليش تجذب بفعل الظروف أصبحت الأم العراقية مثالاً للصبر لكنها مقارنة بنساء العالم من زاوية أخرى تبدو مسلوبة الحقوق في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بإنصافها قانونياً واجتماعياً وإيجاد الحلول التي تنتشلها من واقعها المرير من بغداد ناس يوسف قناة الفلوجة